السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيكوا يا شباب عامبين ايه? في الفيديو ده هنشرح ازاي سادات رسوم التأمين للزيارة العائلية زكات مفردة او متعددة. والمقارنة بين افضل شركات التأمين ومين اللي بيسمع اكتر في ابشر عشان تمدد على طول. والفرق بين سعر التعونية والدرق العربي والتكافل الرقحي ونشوف انهي افضل. اول حاجة هتعملها هتروح لابشر وتعمل البيانات الشخص اللي انت عاوز تمدد له الزيارة. هتحتاج رقم جواز ورقم التأشيرة ورقم الحدود. دي الحاجات اللي انت هتحتاجها هو انت بتدفع تأمين او بوليس التأمين تمديد تأشيرة الزيارة. نروح بقى للموقع بتاع التعونية عشان نشوف البنات المطلوب مننا المطلوب عشان نمندد او ندفع فلوس تأمين تمديد الزيارة. اول حاجة هطالبها منك رقم التأشيرة. ورقم جواز السفر ورقم الحدود. هتكتب التلاتة دول. ده بلنسبة للتعاونية بتختلف من شركة لشركة. هقوليك دلوقتي بقية الشركات والافضل بينه. اول حاجة تكتب رقم التأشيرة مكتوب في ابشر ومكتوب على جواز السفر. ورقم جواز السفر طبعا عارفينه على جواز السفر. ورقم الحدود قدام التأشيرة اللي على جواز السفر. وتاريخ الانتهاء التأشيرة في ابشر. عشان كده قلتلكوا خدوا مكتوب فيها تاريخ الانتهاء. ومهم جدا يا جماعة مدة التمديد بالايام. لو انت متعددة وهتقعد حتى شهر واحد مش هينفع تمدد غير تسعين يوم. مش هينفع غير تدفع تمن تسعين يوم. يعني ما حدش يقولك لأ اصنا الجماعة عندي هيعده اسبوع كمان او اسبوعين او شهر او شهرين. فانا مش هتفع تسعين يوم. مش هتتجدد. هتروح اعتمدد في ابشر. هيقولك لأي وجهد تأمين لهذا الشخص. لازم تدفع تسعين يوم. هو وانت بتجدد طالما متعددة بتجدد تلاتة في تلاتة. تلات شهور في تلات شهور. لازم تدفع التأمين تلات شهور في تلات شهور يعني تسعين يوم. تمام? النقطة دي عشان الناس كتير بتقعوا فيها. خلاص كده هنملى البيانات دي زي ما قلنا وبعدين هنعلم تحت على اكرر بالصحة كافة البيانات. وبعد كده هننزل تحت وندغط على التالي. بعد ما نضغط على التالي حاولنا بقى على الخطوة اللي بعد كده. شفتوا احنا بنكتب قبل ما نضغط على التالي كتابنا ايه الرجاء ادخال تاريخ انتهاء الزيارة كما هو في ابشر. لازم تاريخ انتهاء التأشيرة زي ما هو مكتوب في ابشر بالزبط. فانت هتروح لابشر وتتأكد منه وترجع تاني تحط التاريخ بطريقة صحيحة. بعد ما تعدل التاريخ بعد كده هتضغط على التالي هيجيب لك بقى بيانات صاحب التأشيرة او صاحب الزيارة. والمبلغ بتاع مبلغ التأمين زي ما انتم شايفين تسعة وتمين ريال. غالي جدا. طبعا ميزة التعاونية اللي هي بتربط بسرعة مع ابشر. وايه تاني الايام دي اللي في ابشر بسرعة. الدرع العربي. الدرع العربي يا جماعة عن تجربة لسه برضو عامل فيديو من كامي يوم. هتسيب لكم رابط اسفل فيديو ده في الوصف. طريق تمديد الزيارة وسادة الرسوم. والتجديد من ابشر بالكامل. هتلاقي الفيديو اسفل فيديو ده في الوصف. وزي ما انتم شايفين الدرع العربي جاديب لك اجمال الكست التأمين تسعة واربعين ريال فقط. تسعة واربعين ريال خمسة واربعين هلا لا. كان في اقل من كده بس المبلغ ده معقول لمدة 3 شهور لشخص. كويس جدا. بالنسبة للتعاونية. كويس جدا. النص تقريبا. بالنسبة لتكافل الرقح بقى. عليه مشاكل بقى له فترة. ما بيسمعش في ابشر. مع ان التكافل الرقح ده كان اول حاجة او اكتر شركة التأمين بتسمع في ابشر في ثانية. يعني انت على ما تدفع التأمين تروح ابشر وتعمل تمديد تتمدد في لحظتها. سبحان الله مش عارف ممكن يجيب في مشكلة في في حاجة عندهم بيزبطوها ممكن بعدين تتصلح. احنا دلوقتي في شهر فبراير الفين اتنين وعشرين. في مشكلة في تكافل الرقحي. طيب تكافل الرقحي زي ما انتم شايفين سبعة واربعين ريال. بالنسبة للتلات شهور. بس بيطلب منك بقى رفع صورة من ابشر عشان كده قلت لكم خدوا بتنفع في الاخر. هترفع لهم الصورة اللي انت خدتها. وطريقة سداد عن طريق سداد عن طريق مدى عن طريق بطاقة التمانية فيزا زي ما انت عاوز تسدد ما فيش اي مشكلة خالص. وهسيب لكم طريق التمديد الزيارة العالية بالكامل من دفع الرسوم للتأمين للتمديد من ابشر اسفل فيديو ده في الوصف. ما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو واشتركوا في القناة عشان ايوصل لكم كل جديد. اشوفكم في فيديوهات تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.